ما حصل في جلسة اليوم مع الأسف لم نكن نتوقعها أن يحدث من حكومة تعاون المجلس معها منذ اليوم الأول وهذا التصرف يعطي إشارة واضحة بأن النهج لا زال كما هو وبأن التعامل مع المجلس لم يتقير وما التحجج في قضية قروض المواطنين التي كما جاء في تقرير اللجنة المالية لم تتجاوز المليار وتسعمية مليون ليس هذا هو السبب قلناها مرارا ونكررها ونعيدها القضية ليست والمشكلة ليست قضية القروض المشكلة موجودة في مكان آخر وفي أماكن أخرى القروض اللي ما تجاوزت مليار وتسعمية مليون لا تساوي شيئاً أمام صفقة اليورو فايتر وصفقة الكراكار والصندوق الماليزي وصندوق الجيش والتأمينات التي تفوق خسائر الدولة فيها نتيجة النهب من أموالها مبلغ القروض بكثير ولكن كما قلناها سابقاً القضية ليست قضية مواطن وإنما قضية قانون يعتبر التعرض له خط أحمر وهو قانون تعديل قرفة التجارة والصناعة وأيضاً قانون شراء القروض وقانون المتقاعدين والخلافات الموجودة وأمور كثيرة تصبح فيها قضية القروض بسيطة إذا لم تكن جزئية على الدولة وعلى الحكومة أن تكون واضحة مع الشعب الكويتي وتقولها صريحة إذا كان فيه خلافات أو فيه مشاكل في أماكن أخرى ليس من العدل أن يدفع ثمنها الشعب الكويتي اللي أثبت دائماً أنه يصطف وراء قيادته ويقتنع فيما يقوم فيه مجلسها المنتخب بتعاونه مع الحكومة نؤكد مرة أخرى بأن ما حصل من تصرف أقل ما يقال عنه أنه تصرف غير مسؤول وحكومة لا تستطيع أن تدافع عن وجهة نظرها في قانون قدم في قاعة عبد الله السالم فهي غير جديرة بأن تدير البلد وغير جديرة بأن تواجه وترتقي في البلد وتنتشله من الوضع المزري فيه حتى على مستوى الرياضة أصبحنا في آخر الرقب على المستوى الصحي أصبحنا كما ترون على المستوى التعليمي نحن في آخر الرقب لذلك نتمنى أن يعوض الله الشعب الكويتي والكويت بحكومة قادرة على أن تنهض في هذا البلد الجريح الذي يدفع الثمن من أمواله ومن مصالحه ومن استقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أكرر مرة أخرى الكرة في ملعب الحكومة وعلى رأسها الشيخ أحمد النواف الذي منذ اليوم الأول ونحن نقف معه ونقف دفاعا عنه نقول لم يكن ختامها منك مسك كان يفترض أن تتعامل تعامل رئيس وزراء دولة جريحة ينتظر منك شعبها أن تنهض بها كان يفترض أن تتعامل بتعاون وثيق مع مجلس مذّ لك يد العون من البداية نكرر مرة أخرى لن نتراجع وأي تهديد لن يؤدي إلى أي نتائج تستطيع الحكومة أن تجني منها شيء من تراخيها وتأخرها نحن سائرين على ما نحن عليه ومصرين على أن الفساد يقتلع والبلد تتطور والاقتصاد يصلح والأمن والأمن يستتب في البلد ما جينا علشان نرفع شعارات أو نجتمع اجتماعات غير مرئية ما جينا علشان نقول كلام ونقف موقف مختلف عما قلناه أنه كما كنا نؤكد مرة أخرى بأن الكويت فوق الجميع واللي ما يقدر يخدم الكويت يتوكل على الله يجي غيره اللي يقدر يخدمها ويقدر يرتقي فيها مرة أخرى أكرر مع الأسف ما كنا نتوقع أن يحدث ما حدث من قبل الحكومة في هذا اليوم ما كنا نتوقع هذا الهروب الغير مبرر الذي يعطينا مؤشر واحد بأنها حكومة لا تستطيع أن تدير بلد وشكرا